السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية مع استمرار المعارك في جبهة مقاطعة كوريسك والتي تشن من خلالها القوات الروسية هجمات مقابلة من أجل استعادة المناطق التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية في الأسابيع الماضية بنفس الوقت تقوم القوات الروسية بشن هجمات مركزة في وسط مقاطعة دونسك وأهم هذه المعاركة التي تدور الآن معركة توريسك أين تقع توريسك وما هي أهميتها وإلى أين وصلت القوات الروسية هذا ما سنبينه إن شاء الله خلال هذه الدقائق إذن من ضمن المعاركة التي تدور في وسط مقاطعة دونسك هي معركة توريسك مدينة توريسك هي مدينة صناعية تقع إلى الشمال من مدينة دونسك ويوجد فيها الكثير من المناجم والمصانع ومنذ عدة أسابيع والقوات الروسية تحاول أن تسيطر على هذه المدينة الصناعية وأهم ثلاثة أهداف رئيسية وخطرة في هذه المدينة هي المناجم وأهمها منجم سيفيرنا وكذلك منجم أرتيمة إضافة إلى منجم المركز في الأسابيع الماضية تمكنت القوات الروسية من السيطرة على منجمي سيفيرنا وأرتيمة إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى منجم المركز وذلك بسبب الدفاعات القوية التي أقامتها القوات الأوكرانية في محيط منجم المركز ولذلك بدأت القوات الروسية بعد أن سيطرت على منجمي سيفيرنا وأرتيمة بدأت بالتوغل في المناطق الشرقية من توريسك حتى وصلت إلى وسط مدينة توريسك ومن أجل السيطرة على منجم المركز بدأت تهاجم المناطق الغربية وخصوصا التي تقع إلى الغرب من نهر كريفيري وتمكنت من الوصول إلى بلدة تسمى ليونوديفكا وبذلك تقترب من المناطق الغربية إلا أنها لم تتمكن من عبور النهر من أجل الوصول إلى منجم المركز لذلك بدأت بمهاجمة المناطق الجنوبية من الملجم وخصوصا بلدة نيريبيفكا وتمكنت القوات الروسية من السيطرة عليها والاقتراب من المناطق الجنوبية من منجم المركز إلا أنها لم تهاجم هذا المنجم بسبب الدفاعات القوية التي أقامتها القوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية هناك أنباء تقول أن القوات الروسية تسيطر على شوارع مهمة جدا في وسط مدينة توريسك وتقترب من المناطق الشرقية من منجم المركز أين وصلت القوات الروسية وما هي الطرق التي سيطرت عليها بعد أن تقدمت في الأيام الماضية في المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة توريسك بدأت تقترب من المناطق الوسطى حتى وصلت إلى وسط المدينة إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على المقر الحكومي لمدينة توريسك وبعد ذلك بدأت بالتقدم نحو المنجم المركزي من أجل السيطرة على هذا المنجم والدفاعات القوية التي أقامتها القوات الأوكرانية في المرتفعات المحيطة بهذا المنجم تمكنت القوات الروسية من السيطرة على شارع راديشنا وكذلك شارع توروغوفا والسؤال هو الآن ما هي الخطوة المقبلة للقوات الروسية غاية القوات الروسية كما قلنا هي السيطرة على المنجم المركزي ولكن الدفاعات القوية تجعل القتال صعب في هذه المنطقة وقد تتكبد القوات الروسية خسائر كبيرة عند اقتحامها للمنطقة الصناعية القريبة من هذا المنجم وقد يكون الهجوم المقبل للقوات الروسية هو تطويق هذه المناجم من الاتجاه الشمالي لكي تقطع طرق الامداد عن الدفاعات الأوكرانية المتواجدة في المنجم المركزي والمرتفعات القريبة من هذا المنجم وبذلك تمهد للسيطرة الكاملة على هذا المنجم وكذلك على كامل مدينة ترسك وبذلك تسيطر على هذه المدينة فيما لو تم السيطرة على المناطق الشمالية وقطع طرق الامداد عن القوات الأوكرانية في المنجم المركزي إذن هذه آخر تطورات المعركة التي تدور الآن في وسط مدينة ترسك وهذا كله يؤدي إلى السيطرة على المناطق الجنوبية من كوستانتينيفكا والتي قد تكون الوجهة المقبلة للقوات الروسية بعد السيطرة على ترسك وبعد ذلك التوجه غربا نحو الحدود الإدارية ما بين مقاطعتي دونسك ودونفر وبدرافيسك وهذا كله يؤدي نحو تحقيق الغاية الرئيسية والهدف التراتيجي البعيد المدى للقوات الروسية وهو السيطرة الكاملة على مقاطع دونسك من أجل السيطرة على أقليم الدونباس في شرق أوكرانيا إذن هذه آخر تطورات معركة ترسك في وسط مقاطعة دونسك الأوكرانية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر